يا مساء الفل اخباركو ايه? اه كل المشاهدين ومتابعين موقع وانتراك اه انا معاكم الناقض ادعاء حيني. الحقيقة على الفترة اللي فاتت طبعا احنا كلنا مشغولين باخبار فلسطينة وبنتابعة بشكل يومي سواء اه عن طريق المواقع الاخبارية او حتى عن طريق تعليقي انا بخصوص الاكتر من حلقة اللي عملناهم نتابع اه القضايا الفلسطينية وتوابعها والفنانين ويا رب تكونوا متابعين وطمنوني على الصوت اهم حاجة. هنخش في الموضوع على طول. بس مستنية تعليق كده ولا اي حاجة سنتكلم على طول على فكرة الحياة الشخصية للفنانين. كل فنان يقول لك ايه? انا حياتي خطة احمر. ولو سمحتوا الصحفيين والناس اللي بيكلموني وانا شفناها طول الوقت. انا مش هتكلم على فنان معين بس طول وقت الفنانين يقول لك ايه? انا حياتي الشخصية محدش اتكلم فيها. محدش اتدخل في حياتي الشخصية. شفنا ده على لسان شريين وحسام حبيب. شفنا ده على لسان شريف مونير. شفنا ده على لسان ناس كثيرة قوي. اول محدهم الشخصية كانت تدفع على السطح ويقول لك ايه? محدش اتكلم على حياتي الشخصية. ايه يا فندم وحضرتك الصفحات السوشال ميديا انت اللي بتخلينا نتابع اخبارك ونعرف ايه الحكاية. وانتو اللي بتتكلموا على بعض وانتو اللي بتصيروا اه اسراركو. عايز اعرف بس اتابع الناس ازا كان فيه حد معانا ولا ايه الاخبار? ولا الناس كلاك بتتابع اه حديث حسن نصر الله الذي لم يم. لم ايه? يلا ما علينا. لم يمخذ عن شيء يعني ما حصلش ما جابش اي ما قالش اي حاجة حسن نصر الله النهاردة بغاكس كل الناس كانت مستنين هو سيقيم الحروب ويعلن الحاجات. ما حصلش حاجة وحصل نصر الله. الحوار بتاعه اللي هو عمله النهاردة وسط. هو بس بيستعرض جمهوره ومتابعينه والناس اللي عادت تهلله. آآ بيستعرض يعني العدد والكميات للناس اللي موجودة. ايه يا جدعين ما اتتبعونا وتقولونا كده احنا كام? احنا قد ايه? مش اي حد ولا انا بتهيق لي ولا هو اي كومنت. مهم. فاللي حصل بقى الفترة اللي فاتت دي نخش في الموضوع على طول. مرات اكرم حسن. مرات سوري آآ امير طعيمة. ده يا جيني مرات آآ امير طعيمة. احنا عرفنا كل الحاجات دي مع السوشال ميديا بتاعتهم. يعني احنا مكناش نعرف مرات امير طعيمة. والحقيقة ان هو شاعر عظيم وتول الوقت بيكتب كلمات بتمس المرأة جدا واكتر حد بيعرف يعبر عن المرأة. واغنيه الانغام معروفة جدا. فالحقيقة ان هو آآ طول وقت في حاله ما نعرفش اي تفاصيل عن امير طعيمة غير ان هو الشاعر الغنائي الكبير. لكن اتفاجئنا بمرات وانحنا اتفاجئنا باسمها انها اسمها جيني. كتبت بوست آآ الحقيقة ان هو طلع تريند على تويتر من كتر ما هو حاد وقوي وانا هجيب لكم بالضبط ايه اللي تقال في اللي حصل من آآ مرات آآ مرات اكرم حصني عشان نقول بالضبط ايه اللي تقالي. عشان يبقى ايه الحاجات ايه موسقة يعني ما يبقاش في حد يقول لا دي ما قالتش كده او يا جماعة لأ ثانية واحدة بس. قالت ايه بقى? بصوا الكلام الكلام كان قوي جدا واظنوا كلنا ارنوه. قالت صديقي العزيز اكرم. هي بتتكلم هنا جيني دي راح تكتبها البوست عن اكرم حصني. والناس ما كانتش تعرف ان اكرم حصني هلقتي وعطيدة لان هما بيعملوا مع بعض مصرحة في السعودية. بزل اللي خالها الناس دعا بس هو ايه علاقة اكرم حصني مقبرة عيما يا جماعة ده شاعر غنائي وده آآ فنان آآ كوميدي. ايه العلاقة? فالمهم قالت صديقي العزيز اكرم. التسألتمس منك خالص الاعذار لقد تسرعت فيه امر شديد الخصوصية. آآ ده ده فيما بعد الاعتزار يعني. لكن هي في الاول قالت ايه? انها طلعت بعد كده قالت آآ قالت انا بيتي قائم من ستتاشر سنة. محدش لا زعزع ولا قرب من آآ منه. امانة ودي نتيجة انك تدخل بيت. تدخل ناس بيتك. معاهم ناس بتسمم افكارهم استقرار بيتي فوق اي اعتبارات يا اكرم. ولو انت هديت بيتك لاسباب القريبين عارفينها. ما تسممش افكار زوجي زيك. ولو انها خلاص انتهت يا رب تكون مرتاح. انت وهي. ما تفهمش مين هي. حزبي الله والنعم الوكيل انت وهي. وراح تردد بعد كده. راح رد بعد كده امير طعيمة على صفحته بس بعد كده شهر البوست يعني. رد الشعر الغنائي قال على كلام طلقته ايه بقى? قال انا منفصل رسميا من شهرين. وكنت منتظر الاعلان الرسمي لحين الانتهاء من بعض الاجراءات القانونية التي كنت اتمنى انها تتم بشكل ودي حفاظا على مصلحة ولادي ورغبة مني ان الامور تتم بشكل يليق بعشر السنين طويلة وللاسف ان ده محصلش. اطلاق واقع. انا رجل موجود في الوسط الفني بقى لي ستة وعشرين سنة واعتقد ان عمر ما حد سمع لي اه حس ولا خبر ولا دخلت في مشاكل مع قريب او بعيد وما كنتش اتمنى اكتب بوست ده بس بما ان الكلام طال الناس منهمش زم وجب علي تحمل المسئولية والرد. وما زلت بتمنى ما اضطرش ارد اه وبعد كده جيني راح اتناشرة قالت يا جماعة احنا في حالنا وما حدش يجيب سلتنا وما حدش يجيب ادخل في حياتنا الشخصية انا وطليقي. وااا اكرم حسني انسان كويس. وانتو ملكوا بينا. برضو لها فكرة ايه? حياتنا خط احمر. فبالتالي احنا عرفنا الحاجات دي منه. هل الصحافة لما اتتابع اخبار زي دي نرجع نقول الصحافة ازاي تتابع ده؟ ما هو ده خبر يا فندم. وده فنان المشهور. وبالتالي طبيعي ننقل عنه. هنا آآ التفاصيل اللي هي سرداها لاختي جيني آآ هي اسائق للفنان اكرم حسني بتتكلم وكأن اكرم حسني بتقول له جزي آآ مع حد يعني ما تقصرش على الجزي وانت لو سممت افكار جزي ليه هو جزك حد صغير ما هو ده بقى الفكرة. ان احنا بنتعامل دايما مع آآ البارتنر بتاعنا. شركنا. سواء كان زوج. او كان زوجة بنتعامل معها لانه حق مكتسب. وكأنه ملكية خاصة. وكأنه عائل صغير يعيني بتضحك عليه. تقول لك ايه لفت عليه وضحكت عليه. يعني ايه وانت جزي كعائل صغير? ليه بنتعامل بهزي الاستهانة مع الشركاء بتوعنا? هو حر. ان هو في لحظة ما يقول انا مش عايز اكمل في الحياة الاسرية دي. هل اي انسان بيبقى عايز يهد بيته? بيبقى عايز يخرب بيته يعني صحي الصبح عايز يطلقها يعني? لا. مش شرط ان الحياة الزوجية احنا مش متجوزين جواز ابدي. ممكن في لحظة. الاتنين ما يتطوروش مع بعض في نفس اللحظة. ليه الحاجات ما تتعاملش? بشكل فيه سعة صدر. احنا شركة. احيانا كتير بتخش شركة بتلاقي ان الاسهم بتاعتها والله مش مناسبة لي. بتحسن النشاط بتاعها والله مش مناسب لحضرتك. مش ممكن تغير نشاطك. مش ممكن تقفل الشركة دي. مش ممكن تخلع من الشركة وتقول انا مش عايزة مش مرتاح في الوضع ده. ما كسبتش حاجة. ليه بنتعامل على ان هو ملكية خاصة? ان الجوزي ده بتاعي وما حدش ياخده مني وان صاحبه ضحك عليه. ولفت عليه واحدة وخطفته واحدة. بحقيقة احنا بنتعامل مع مع الحياة الزوجية بشكل مريب. وكأن فكرة الملكية دي ان زي ما كان زمان فكرة ان انت آآ نشأت فكرة العبودية وفكرة الكلام ده كله من فكرة الملكية. الاول كان كل حاجة لان ما فيش حاجة ملكك اصلا. فتعاملنا مع الحاجات كلها انها ملكي. ان لو بيتي راح مني بنهار. لو جوزي راح مني بنهار. لا المفهوم ما تنهريش. انتي ست كاملة وست تقدر تكملي حياتك. افردي لقدر الله مات. هتعملي ايه? هترجع تقولي اكرم حسني ندحك عليه. لا احنا بس الغريب بقى. وبعد كده راح تسحزف في البوست. وبعد كده آآ اكرم حسني طلع ووضح فكرة طلاق وهو الشخصي يعني. هو اطلق برضو مفاترة قريبة جدا بعد عدد سنين. لان الناس بتتغير. مش معقولة لا لا كنت بغداء وانا عندي عشرين سنة افضل مكملها معها وانا عندي اربعين سنة. يعني ممكن وممكن يتطور معايا وممكن احنا الاتنين نتطور مع بعض ونقدر نتكمل مع بعض مدى الحياة. فلكن نرجع تاني لما رجوعنا. فكرة الفنانين. اللي كل حاجة يعرضه حياته مش شخصية بريدنا. محدش كلم. محدش يجيب سرط ها? زي اللورة وشريف مونير. برضو شفنا تنابس بينهم على البوستات. وبعدين شريف مونير قال لي محدش يجيب ها? محدش كلم. نفس الحكاية شفنا شريين وحسام حبيب. محدش كلم. محدش كلم. حياتي خطة حمر. شايفين ايه? ان الفنانين هم اللي بيعملوا كده? وهل لو احنا كصحافة او كنقد. تابعنا ده او انتقادنا ده. او قلنا ازاي يعمله كده? او ليه بتعمله كده? يبقى لأ اه ما ينفعش ان احنا نتابع الاخبار دي وما ينفعش وان دي نعتبرها فعلا خصوصية وخطة حمر. بس بما انها طلعت للعلن يبقى من حقنا نتابعها. وشفنا ده كمان انغام لو تفتكروا مع الموزع احمد ابراهيم. وكان اه ومن عرفة وجودها اللي هو كان ترند طول الوقت مش فكرة اسمه ايه. اه شفنا ده مع ابو سي وباباها شفنا. لا صفحات السوشيال ميديا الفنانين هما لساعد كتير جدا بيسيقوا استخدامها. وبيستخدموها بشكل شخصي جدا ويرجعوا يحزفوا بوستات. وانتو عارفين ان البوستات دي بتتاخد والناس بتعلق والناس بتشيرها. فبالتالي اه احيانا انتو شايفين السوشيال ميديا الفنانين بقم بيستخدموها اه ضد بعض بقم بيستخدموها بشكل اه كل واحد فيهم بيستخدمو عشان يصفي حساباتو مع طرف ايا كان الطرف التاني ده هو مين. فبالتالي اه من حق ان هو يستخدم السوشيال ميديا بتاعته في ان هو يستعرض حياته الشخصية او يقول مشكلته او يعتبرها منصة لتصفية الحسابات ولا المفروض الفنان. لا. يبقى عارف ان هو قدوة عارف ان هو ما ينفعش ان هو يدخل اه الناس او جمهور السوشيال ميديا بحياتهم. رأيكم ايه? اخباركم ايه? يريد تقولولي هل الفنان هو اللي بيتسبب في كده? وهل رد فعل الصحافة ايه? ننقل منهم وننقل من صفحاتهم الشخصية ونقول حصل كزا وحصل كزا زي ما كل الناس كل الموقع الصحفية نشرت اه اخبار جيني وامير طعيمة اللي احنا ما كناش نعرف اسمها. قولوا رأيكم لان واضح ان الموضوع آآ بقى مستمرأ وبقى سخيف. فكرة ان انت تكتب بوست وبعد كده ترجع تمسحه. التصرفات دي بتسيق لي الفنان نفسه. انه في لحظة ما يطلع يتكلم على امراته ويطلع يتكلم على صاحبه ويطلع يتكلم على احد. وبعد كده فجأة تلاقي انه ما لا والله انا هننصف في البوست ولو سمحتوا. انا حياتي خطة احمر. شايفين ان حياتهم الخاصة خطة احمر ولا? لأ من حقهم ان هما يكتبوا صفحاتهم الشخصية عليها مشاكلهم وتبقى يعني الحياة الشخصية مفتوحة ومعرضة آآ اللي عايز يقول حاجة يقوله. شايفين ايه من حقهم ولا لأ ده خطة احمر والصحافة ما تنقلش منهم والمواقع ما تنقلش منهم ويا جماعة آآ اكدنا ما قرناش حاجة وما ناخدش بالنا وآآ شكرا لكم آآ هستنى منكم التعليقات لان انا مش ظاهر لي هنا اي تعليق ولا على الفيوز ولا المشاركة ولا الصوت ولا ولا بقين لي اي حاجة. وقلونا ايه اللي ممكن نتكلم عنه آآ الفترة الجاية دي? لان اعتقد ان آآ ان لسه طبعا الحالة بتاعت آآ الحرب مسيطرة على الموقف بشكل كبير ولسه الفنانين لغين حفلاتهم وما فيش اخبار متدولة بشكل كبير لكن اعتقد ان الحالة لازم تستمر ولازم اكيد هنتابع الاخبار الفنية ونشوف الوسط الفني بيحصل في ايه? على موقع مسائل فول.